اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الاقلام نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العرقية والعربية والعالمية ولكن بعد جولة في اهم العناوية رئيس البرلمان في صحيفة الحياة رئيس البرلمان يعد مشروع قانوني طوار لتأجيل انتخابات في صحيفة المدى البرلمان يحذف الموعد الحكومي المقترح من مسولة قانون الانتخابات وفي الزمان الكرد وبغداد انفراجة في ازمة المطارات وتعصر حول الموازنة وفي الهيانت استمرار معاناة ابناء الموصل جراء الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الطائفية وفي القدس العربي اتهامات للحجد بتنفيذ عمليات سريقة واختيال وتفجير بيوت في كاركوك وجاء في صحيفة العرب الجريد تركيا تدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية عملية عفرين بمشاركة فصائل سوريا وفي الشرق الاوسط تيلرسون على العالم الانتباه لاحتمال اندلاع حرب مع كوريا الشمالية لا يعرف على وجه اليقين ما دار خلف ابواب اجتماعي ليلة السبت الماضي الذي جمع العبادي بقيادات الحج الشعبي وقيل ان الزعيم فيلق القدس الايراني قاسم سليماني حضره او على الاقل رعاه وخط مساراته لينتج صباح الاحد تحالفا باسم نصر العراق قبل ان ينفرط بانسحاب الحجد مشرق عباس يرى في صحيفة الحياة ان سياق الصفقة كان يشير الى رغبة ايرانية في عالة ترتيب الاوراق السياسية الشعية بما يضمن تصدر فصائل الحجد الاكثر ارتباطا بايران وان تضحي طهران بخط المالكي لارضاء الاعباد مقابل ان يضحي هو بمقتدى الصدر وعمار الحكيم واقع الحال ان تلك الصفقة العجيبة التي جمعت اندادا لطالما اتهموا بعضهم بعضا ضمنا وعلنا خلال الشهور الماضية كانت بمثابة رغبة ملحة لان يختبر الجنرال سليماني مساحة نفوذ بلاده في قرار القوى الشيعية فقرأ الخريطة الشيعية وربما العراقية باعتبارها تقوم على رافعتين الاولى تمثل العباد الذي طرح نفسه زعيما منتصرا واعلن رغبته في استخدام هزيمة داعش عنوانا انتخابيا والثانية الحجد الشعبي التي ستترجم ثقالها العسكري على الارض بطاقات انتخابية كان متوقعا قبل ليلة السبت ان تجمع التحالفات الانتخابية المالك بالحجد والعباد بالصدر والحكيم وبعض القوى السنية غير ان سياق تلك الليلة الغامضة كان مغيرا فطهران لطالما افترضت ان بامكانها وفي كل المراحل استحضار خبرة صانع السجاد التبريزي الهادئ لنسج الخيوط او تفريقها وما دام العباد الذي يتهمه بعض خصومه الشيعة بانه امريكي وعلماني متخفي وميال للعرب قد تحول رافعة انتخابية فلا بأس من استخدامه لرفع الخط الجديد من السياسيين الشيعة مقابل ابعاد تيارات بدت خلال العامين الماضيين وكأنها غير متسقة مع خط المقاومة فتتحدث بصراحة عن تحييد العراق في الصراع الاقليمي المحتدم الكاتب يشير في ختام مقاله الى ان الجنرال قاسم سليماني اختبر سحره في تلك الليلة الطويلة وربما جازف في محاولة اثبات انه ما زال يمتلك تلك الطلة الاخذة التي لا يمكن للسياسين العراقين مقاومتها ناهيك برفضها او حتى التلاعب معها لكنه لا يبدو مستعدا للاعتراف بفشله على ادارة تحالفاتهم او صراعاتهم لان اللعبة السياسية في العراق بنسختها الامريكية ونكهتها الايرانية تتلاعب بها الايد المعتمدة من كل الطرفين فلا تسمع من فرقعتها سوى الانتخابات والتحالفات في جو طائفي بغيظ تحصره التفجيرات حارث الازدي يقول في جريدة البصائر انه لو فكك واقع العملية السياسية لما وجد في مضمونها ومقترباتها وتوابعها غير الكلام الوهمي الذي لا معنى له سوى الخداع وملء مساحة فارغة او افرغت من القوى التي جاء بها المحتل فما يجري من تسويق لها ليس سوى تفقيع يمارسه المنتدبون اليها الانتخابات ذات التوقيتات المقدسة امريكيا وايرانيا يمكن وصفها بانها اكبر عملية خداع مرست على ابناء الشعب العراقي منذ مئات السنين فالفاسدون باسمهم يحكمون ولارواحهم يزهقون ولاموالهم ينهبون بلد متهالك مرتهن بالديون وبنى تحتية لا وجود لعملها وسجون تغص بالابرياء واعدامات تحت لافتة القانون وقتل خارجه دون ان يرف جفن لأي من الاطراف المتلاعبة بالعراق ومصيره الانتخابات المزمع اجراؤها في ايار القادم والتحالفات الجارية اليوم تؤكد دخول العراق مرحلة جديدة من الاستعلاء الطائفي بتحكم الميليشيات الايرانية الولاء علنا من دون مواربة وما يحدث من تحالفات هو في هذا الاطار لا غير فان كان وفق شروطها وانتماءاتها فهو لحجز المنصب في المرحلة القادمة تحت رعاية المالك المتحكم وما كان من غير طيفها وانتمائها فهو من باب التشكيلة الخادعة ببقاء العملية السياسية على ما بنيت عليه وثالثة الاثاف التي بنيت عليها اللعبة السياسية في العراق هي التفجيرات المدروسة والمعلومة بقصد خلق العدو المتوهم وابقاء التهديد قائما على رؤوس أبناء الشعب يحصل أرواحهم لتكون هذه الدماء دافعا في سوق أبناء العراق لصالح انتخاباتهم الكاتب يرى أن ملخص القول في هذه الثلاثية السوداء من مخرجات العملية السياسية في العراق تفقيع أصابع اللاعبين فيها بانتخابات طائفية تبقي على الفاسدين والمتنفذين بالسوء على رأس الصباح في العراق وتؤذرها وتنفذها تحالفات طائفية القصد منها رسم معالم المرحلة القادمة بتمكين الميليشيات وهي إن حدثت فالقادمة أسوأ مما كان وهذان الأمران لن يكون فاعلين ونافذين من دون تفجيرات تحصد أرواح ودماء أهل البلد ويسعى الفاسدون لاستثمارها خرجنا من انتخابات ودخلنا في استفتاء ثم انتظرنا انتخابات وذهبنا إلى تحالفات بعدها عدنا إلى مضائق تشكيل الحكومة ومنها وصلنا إلى صراعات في البرلمان ما لمثنا أن نقلنا الخلافات السياسية إلى الشارع وهكذا تدور انشغالات الحلقات السياسية في البلد فتح عبدالسلام يقول في صحيفة الزمان أنه وسط كل هذا تظل الدوائر تدور كالمطحنة تسحق العراق الذي يتخلف يوما بعد آخر لا يعرف خطة خمسية أو عشرية لتنميته وبناء الصناعة التي كان لها وذور وشتلات وأقصال فيه لمدة طويلة لا أحد يلتفت إلى أن العراق منشغل بتفاهات السياسيين في حين توجد صراعات سياسية في دول مجاورة مثل تركيا وإيران ودول أبعد منها ماليزيا وإندنوسيا وكلها تنتمي إلى العالم الثالث في التصنيف الشائع لكنها دول تخيف العالم الأولى المتقدم بصناعاتها أو بروزها الاقتصادي أو العسكري جميع دول العالم فيها مجالس تخطيط لاستثمار الثروات وليس استهلاكها في الرواتب والبطالة المقنعة كما نفعل في العراق في تركيا مثلا يعرفون قبل عشر سنوات ما هو المشروع العملاق الذي يتعين أن يستعد له وهاهم يبنون نفقا جديدا هائلا للتخفيف عن ضغط التنقل عبر البسفور وإيران مشغولة بتأمين نفسها منذ عشرين سنة لأنها تدرك جيدا أن عمر نفطها قصير ولا يتجاوز ستين سنة بعد ذلك يأتي من يتحدث عن أسباب إعادة دورة العنف في العراق وكأن هذه الدورة انتهت يوما وكأنها تأتي من فراغ وليس من هذا الواقع السياسي المتردي الذي نسف بناء الدولة وأحط من شأنه وصار المنصب السياسي مصدرا لتوميل النفوذ وإدارة صراعات الضرب تحت الحزام في التوقيتات الخاصة الكاتب يتساءل ماذا نأمل من انتخابات جديدة تولد من مخاض التردي ولماذا تجري الأمور بسرعة كبيرة فيها طعم اللفلفة ولماذا تريد الوجوه ذاتها أن تقنع المواطن المسحوق أنها ستعيد له كرامته ورفاهيته الاجتماعية والمعيشية كابن أي دولة نفطية عملاقة تساؤلات ليس لها جواب في العراق حصرا إذا كانت عوائل الجنود البريطانيين الذين قتلوا في العراق قد قررت عدم السكوت على ما تعتبره جريمة ضد أبنائها وقامت بحملة لجمع مبلغ تدفعه للمحامين فإن النظام في العراق بكل إمكانياته المادية الهائلة تلقى تقرير تشيل كوت الموثقي لحرب عدوانية استندت على التضليل بالصمت الكلي حيفاء زنقانا تقول في صحيفة القدس العربي إن العراق كأنه لم يكن البلد المعني بالغزو والاحتلال وما جلباه من خراب مستمر كأن حياته ما يقارب المليون من الضحايا المدنيين أثرا من أثار ماضن لا يستحق التفكير أو المراجعة أو وهو الأصح ثمنا يستحق الدفع للحصول على المناصب ما شجع العوائل على البحث في إمكانية تقديم توني بلير إلى القضاء هو صعود جيرمي كوربين إلى رئاسة حزب العمال حيث وقف كوربين في مؤتمر صحفي ليتحدث لبضع دقائق كعادته معتذرا من الشعب العراقي لما أصابه نتيجة الحرب ومن عوائل الجنود البريطانيين الذين قتلوا في حرب غير شرعية مع الإشارة بأنه سيواصل عمله في تحميل بلير مسؤولية اتخاذ القرار الكارثي قارنوا ذلك بخطب حيدر العبادي رئيس الوزراء التي يرميها بوجوه أبناء الشعب في خطاب إسبوعي متلفز طويل كالعادة بالإضافة إلى تصريحاته ومواعظه اليومية المتلفزة أيضا في اجتماعات مع وزراء وقادة أحزاب وميليشيات هل اعتذر العبادي من الشعب عن دور حزبه في غزو واحتلال البلد؟ هل اعتذر عن دور أمين حزبه نور المالك في غرز الطائفية البشعة والفساد واستباحة حياة كل من عارضه التي جعلت منه مجرمة حرب بامتياز؟ إن إخبار عوائل جنود البريطانيين القتلى بعدم إمكانية رفع دعوة ضد بلير لأنه محصن قانونيا من المساءلة قضية تهمنا كعراقيين لانعكاساتها على إمكانية محاسبة المسؤولين قانونيا عن غزو العراق بضمنهم أساسة العراقيون الذين فتحوا الأبواب للغزاة الكاتبة ترى أن صناع النظام العراقي حاليا من الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية إلى الجمهورية الإيرانية يقفون على مسافة واحدة بانتظار ما ستتمخض عنه الشهور القليلة المقبلة من تغيير للأقنعة وهذا ما يجب رصده وتوثيقه وفضحه والتحريض على تغييره فلكل نظام تم تصنيعه أجنبيا مدة للصلاحية تنتهي بوجوب رميه لألا ينتقل تعفونه إلى الجميع في ختام دورته السابعة والعشرين التي انعقلت في رمالة مطلع آذار 2015 اتخذ المجلس المركزي الفلسطيني قرارا بوقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الصهيوني وفي دورته الأخيرة الثامنة والعشرين التي اختتمت قبل أيام في رمالة أيضا قرر المجلس تجديد قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله صحيفة القدس العربي ترى أن القرار سيبقى حبرا على ورق أيضا لأن أي تجهة في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية لم تضع قرار 2015 موضع التنفيذ الأرجح أن مصيرا مماثلا سوف تلقاه قرارات أخرى أوصت بها دورة المجلس الأخيرة مثل تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان أو الانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية أو رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ذلك لأن حال وقف التنفيذ الذي تعاني منه قرارات المجلس ناجم عن سبب جوهري وعدم تمتع المجلس بأي صلاحية ملموسة في نقل التوصية النظرية إلى حيز التطبيق وكذلك غياب أي آلية لمحاسبة مؤسسات السلطة وأجهزتها على تقاعسها أو تملصها أو انفرادها بالسياسات والقرارات المسألة الثانية هي الانقطاعات الطويلة بين دورات المجلس التي يفترض أن تتم كل ثلاثة أشهر ومن المفارقة أن الدورة الأخيرة لم تلتأم فعلياً إلا بعد أربعين يوماً أعقبت قرار ترامب الاعتراف بالمدينة عاصمة لدولة إسرائيل يضاف إلى هذا أن تعثر مفاوضات المصالحة الوطنية الفلسطينية والصراعة المعلنة أو الخافية بين حركة فتح وحماس والجهاد الإسلامي إنما تزيل في شلل المجلس المركزي وتضعف تأثيره حتى على المستوى الرمزي الذي يخص مؤسسة المجلس الوطني الفلسطيني الصحيفة تختتم افتتاحيتها بالقول إن تمكين الشعب الفلسطيني من الصمود وابتداء وممارسة أشكال المقاومة المشروعة كافة هو أول العلاج إذا شاءت السلطة الوطنية أن يكون المجلس المركزي أكثر من مجرد منبر للخطب الصمع لقد كشفت المظاهرات التي اشتاحت إيران عن ضعف داخلين كبير في إيران التي أصبحت بعد احتلال العراق في 2003 ذات تأثير إقليمي غير مسبوق على الشرق الأوسط بأكمله بشكل فجأ النظام الحاكم في إيران وخصومه وحلفائه بل حتى الإيرانيين الليبراليين الذين دعموا ما عرفت بمظاهرات الحركة الخضراء في عام 2009 دكتور أيمن العاني يرى في موقع الهيانت أنه في كل الأحوال ومهما كانت المآلات فإن إيران في ظل هذه الحقيقة لن تعود كما كانت قبل الاحتجاجات إن ما يجري في إيران اليوم يختلف في أوجه كثيرة عن ذلك الذي كان في 2009 فنهيك عن حالة الكراهية المتنامية تجاه نظام الحكم في إيران هناك أمور مهمة لها حضور فاعل في الاحتجاجات الأخيرة منها انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في إيران حيث أصبحت اليوم بمتناول الجميع فهناك اليوم أكثر من خمسين مليون شخص يمتلكون أجهزة الهواتف الذكية بالمقارنة مع مليون فقط كانوا يمتلكون هذه الأجهزة في العام 2009 واليوم هناك أكثر من أربعين مليون شخص في إيران يستخدمون تطبيق تيليجرام ويتواصلون من خلاله ما دفع الحكومة إيقاف هذه الخدمة ضمن الإجراءات المتبعة من قبل السلطات لتطويق الاحتجاجات وقطع التواصل بين المحتجين وبالتالي إخمادها ولا يخفى على أحد أن القمع الوحشي الذي تجيد ممارسته القوات الحكومية في إيران قد أدى إلى تضاؤل المظاهرات وتراجع وطيرتها في الأيام الأخيرة لكنها لا تزال مستمرة في عشر مدن على الأقل خاصة أثناء ساعات الليل وحتى إن تم إنهاؤها بشكل كامل هذه المرة أيضا الكاتب يشير إلى أن ما أبرزته الأحداث تؤكد أن النظام الإيراني وإن بدأ حتى الآن متماسكا أمام الانتفاضة بفضل أساليبه القمعية في ظل الحصارين الإلكتروني والأمني المفروضين على المتظاهرين إلا أن هذه الاحتجاجات تسببت في إحراج نظام الملالي وإظهار حقيقة ضعفه أمام العالم نسيم العرب الخائفين من البعض الإيراني الذي أكلت الأحداث الأخيرة أنه مجرد وهم توصل فريق بحثي إلى منظومة جديدة لعلاج ما وصف بأنه من أخطر أنواع السرطان في العالم فقط عن طريق ريموت كونترول وقال موقع الخليج أونلاين أن الفريق البحثي طور منظومة للعلاج عن طريق الموجات فوق الصوتية التحكم في العمليات الجنية لجميع الخلايا المناعية بتوجيهها من أجل التعرف على الخلايا السرطانية والقضاء عليها وأوضح الموقع أن ذلك سيعفي مرضى السرطان من أي تعاملات جراحية لإزالة الخلايا السرطانية بل يمكن القضاء عليها بمجرد ضغطة زر جهاز التحكم عن بعد ريموت كونترول وقال بيتر يانكسكياو وانغ الأستاذ في جامعة كاليفورنيا الأمريكية تلك المنظومة ستكون ثورة في عالم علاج السرطان لكن حذر وانغ من أن الأمر لا يزال قيد الدراسة لأنه يظل خاطرا حتى الآن بسبب مخاوف من امتداد نشاط الخلايا المناعية لمهاجمة الأنسجة غير السرطانية ما قد يشكل تهديدا على حياة البشر والآن إلى الكركاتور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة عزيز المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله